مرحبا اليوم الأحد وحدة وثلاثين قاب اليوم آخر أيام شهر قاب على أمل أن أيلول يحمل معه أخبار حلوة حلقة شديدة من برنامج أخبار السباح بتتضمن الكثير من المواعيد والتقارير من مختلف المناطق اللبنانية وضيفنا لليوم هو الفنان روميو لحود لنحكي معه أكثر عن مشاركته كرئيس لجنة التحكيم بالميراكس دور اللي بداية مثل العادة ما أحوال تأس أستاذ عسام حليوة معنا على الخط من مصلحة الأرصال الجوية صباح الخير هلان صباح النور كيفك أستاذ عسام الحمد لله نحن سوا بالشغل اليوم بالأحد نعم يعطيك العافية عافية كيف رح بكون التأس اليوم غائب جزئيا إلى غام في ارتفاع بدرية الحرارة نعم والرؤية في انخفاض بسبب تكون الضباب تنين غائب جزئيا إلى غام في انخفاض بسيط بدرية الحرارة نعم خاصة على المرتفعات بينما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يقدر يتكون الضباب خاصة خلال المساء والليل نعم ثلاثاء قليل الغيوم إلى غام جزئيا ودون تعديل الوسكر بدرية الحرارة لما يصير قليل الغيوم يعني بتصير الرؤية واضحة أكتر يعني انخفضت شوي الرطوبة يعني أوكي واليوم ذكرت حضرتك أنه في ارتفاع بالحرارة أكتر من مبارح نعم الدرح تعالى يعني على الساحل بـ 23 إلى 33 درجة نعم وفوق الجبال من 19 إلى 29 أما الأرض في 19 إلى 24 وفي الداخل من 18 إلى 34 درجة نعم الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها تراوح بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة نعم الرؤية متوسطة وتسوق أحيانا بسبب ارتفاع نصف الرطوبة أوكي والرطوبة نصفية على الساحل تراوح بين 65 إلى 85% مرتفع البحر ماتد الموج وحرارة 30 درجة والضغط 758 المتر الزبق وشكرا لك وشكرا لك أستاذ عسامياتك العافية لماك صباح خير بيارات صباح خير جوال لألك ولكي المشاهدين عم بتابعونا صباح يوم الأحد جولة على العنوين الأليل للصحف والمجلة الأسبوعية من بلشة جولتنا لليوم منبديها مع عنوين مجلة الحياة التأكيد وإنهاء الخلاف الخليجي وضبابية تحيط بيعودة السفراء مبعوث من التعاون لإخراج اليمن من أزمته وإجماع على مكافحة الإرهاب وصد خطر داعش خدم الحرمين محذرا العالم الإرهاب سيصل إلى أوروبا وأمريكا إن لم تتم محاربته هل تتجه الحكومة للمبادلة بناء لإلحاح ذوي المحتجزين بعد إمهال لبنان ثلاثة أيام للتفاوض أهل العسكريين المخطوفين يقطعون الطرق إنهيار مفاوضات تشكيل حكومة العبادي وامتبعين مع الحياة دول الشرق والبلطيق تعتبر روسيا في حال حرب أوروبا ستشدد العقوبات على موسكو انفراج جزئي لأزمة الدوليين وقصف بوابة دمشق واشنطن تسريع تسليم القاهرة مروحيات أباتشي تحسن في العلاقات المصرية الأمريكية وبختام جولتنا على الحياة اليمن اللقاء الوطني الموسع يمد ياد السلم للحثيين من صحيفة الحياة إلى عنوين صحيفة المستقبل سلام يعلن تشكيل خلية أزمة لتحرير العسكريين والنصرة تطلق خمسة منهم أهو أجي للمستقبل الوضع متحرك ونتخذ كل الاحتياطات ودايما مع صحيفة المستقبل المستقبل تستطلع أحوال الاتلاف السوري بالجزء التيني لليوم إسقاط الأسد وداعش ممكن في أسبوع عباس يتهم حماس بإطالة أمد الحرب التعاون الخالجي نبذ التطرف ومحاربته فكريا حرب أمريكية ضد داعش على تويتر ودايما بصحيفة المستقبل جهود دولية لمنع تمدد داعش إلى لبنان ماذا لو أنهم قرروا لسبب ما تأمين النصاب 11 غارة على جوبر واشتباكات عنيفة بين المعارضة والنظام وحزب الله وضمن نوافذ بالمستقبل اليوم نظام الأسد داعش أكثر شرا مني مقالات ثلاث عن غزة وفلسطين من سيرة حزبية يسرية وامتبعين مع النوافذ تسجيلات شوف في فضائيات القاهرة وختيما بالمستقبل انهيار المفاجئ يحمل بصمات المالكي في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية وبآخر صحيفة لليوم معنا وهي الشرق الأوسط وبأبرز العنوين السفيل البريطاني ملقيا كلمة السفراء كياضتكم الرشيدة جعلت منع سعودية واحد أمان وجهودكم الروحانية لا ينكرها إلا جاهل خادموا الحرمين للسفراء المعتمدين الإلهاب لا حدود له وانقلوا لزعمائكم أن محاربته بالقوة والعقل والسرعة مصادر للشرق الأوسط أبو مازن يضع خطة من ثلاثة مراحل لدولة فلسطينية الأمم المتحدة نصف السوريين مشاردون مفاوضات لإطلاق الجنود الدوليين وتلميحات بوساطة دولة يعرض فيلمه الرئيس في فينيسيا المخرج الإيراني مخبل باف للشرق الأوسط طهران حاولت قتلي وبالمجلة الأسبوعية لليوم والجولة من بلشة مع مجلة المسيرة وبأبرز العنوين اليرزي بعد بعبدة العسكريون والمفاوضات في النفق العالم في مواجهة داعش قصة أيام نعيم عون إن لم تلقى صرخة جوابا فالتيار في خطر وبالختم أصوات ملائكية تهللوا شكرا يا يسوع ومن مجلة المسيرة جولتنا منتبعة مع مجلة الأفكار الوزير السابق النائب ميشيل موسى تحرك أيها المجتمع الدولي لإنقاذ مسيحي الشرق الوزير السابق الشيخ وديع الخازن خلافات الموارنة عطلت انتخاب الرئيس وأدخلت الخارج في اللعبة المنطقة مقبلة على أحداث ساخنة طولا وعرطا قرار من مساعد وزير الدفاع الإيراني الأسبق علي أصغري أضاع الإمام موسى الصدر ورفيقيه ضجة إسلامية ضد جريمة العصر الذابح مصري بريطاني والمذبوح صحفي أمريكي وديما مع مجلة الأفكار القوى العسكرية حددت حاجاتها والحريري يتولى الشراع والتسليم صرف هبة المليار دولار لن يكون دفعة واحدة والمعدات ستشترى من أمريكا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا تأخير الحكومة إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة 24 ساعة يرمي كرة إجراء الانتخابات النيابية في ملعب مجلس النواب هل يتفق الراعي ونصر الله على هوية الرئيس العتيد أم يتكرر ما حصل بين البطريارك ووفد الحزب في بكركي ومع مجلة الأفكار منكون ختمنا جولتنا لليوم على المجلات الأسبوعية مننتقل هلأ عن جوال وجولة على المواعيد الثقافية المواعيد كتيري وأغلبية عم بيصير اليوم رح نبدأ بصادف اليوم عيد الطيران ولهالمناسبة رح يتم تنظيم مسابقة لتطيير طيارات الورق ابتداء من ساعة 11 قبل الظهر بمنطقة لينا بيع بشوية توزيع الجوائز لهالمسابقة رح بتم خلال عشا يقام نهار السبت 6 ألول بمطعم أسر الدلب عم نشوف مشاهد عن جدلة طيارات كتير حلوة طيارات ورقية ويمكن اللي رح بتشارك اليوم بالمسابقة كمان ما رح تكون أقل جمالا من هيدولي اللي عم نشوفهم بتنظم وزارة الزراعة اللبنانية بالتعاون مع كلية العلوم الزراعية والغذائية بجامعة الروح الأدس بالكاسليك مؤتمر تحت عنوان النبيذو اللبناني واقع وأفاق الموعد نهاري 13 ألول الساعة 10 صباحا بقاعة البابا يوحن نابولوس الثاني بجامعة الروح الأدس بالكاسليك كل اللي بحبوا نبيت بحبوا يعرفوا عنه أكتر أجنبي أو محلي فيكن فأزا تزوروا جامعة الروح الأدس بالكاسليك وتحضروا المؤتمر يلي بيعطيكم كل التفاصيل من الكاسليك إلى معاصر الشوف يلي بتنظم مشوار مع مغوار على مسافة 17 كيلومتر فأزا المشوار رح بكون مع مغوير الجيش اللبناني وبينطلق مع مدنيين أيضا وصولا لغابة أرز معاصر الشوف ويتوقع أنه يوصل عدد المشاركين هالسنة إلى 1500 مشارك بين مدنيين ومغوير الجيش بموازات المهرجين مهرجين آخر من تنظيم جبلنا وهو معرض للمنتوجات المحلية والحرف اليدوية وكل سنة جبلنا بياخدوا موضوع بيئي بيحقوا عنه وبيتوسعوا فيه أكتر وموضوع السنة هو تحت عنوان عصافير لبنان ولتعرفوا تفاصيل أكتر فيكن تسمعوا هاتي بي سي إذن هالمهرجين تنقل بمختلف المهرجانات اللبنانية وبيوصل إلى معاصر الشوف إذن بسبعة الشهر ضمن سلسلة الأمسيات الموسيقية الشرقية اللي عم بتنظمها نوفا أورينت إكسبرس موعد الليلة مع جورج نعمة وفرقته نوفا أورينت إكسبرس بتستقبلكم ابتداء من الساعة 10 المساء بسن الفيل قبل ما نتابع مواعيدنا ثقافية والفنيح توقف مع حفاظ الإعلانة من بعد ومنتابع خليكن معنا اشتركوا في القناة